السلام عليكم واللهم صلى الله محمد وأهل محمد وعجف وعجهم ولعن عدوهم حياكم الله بفيديو جديد أخواني أخواتي كالعادل الأحمية يرجى دعم الفيديو بلايك حتى يصل وينتشر إلى أكثر عدد من الناس التفاتة جدا رائعة من الشيخ جحفر الإبراهيمي حفظه الله بخصوص صدق الله العظيم وصدق الله العلي العظيم يبين الشيخ جحفر الإبراهيمي يبين مدى بغض وعداء الطرف الآخر وأيضا مدى حقيقة للأسف الشديد للأسف الشديد تخاذل بل ضعف من الجانب الشيعي عندما يقرأ صدق الله العلي العظيم يحذف العلي ويكتفي بصدق الله العظيم الكل يعرف أخواني أخواتي وكما سيبين الشيخ جحفر الإبراهيمي الكل يعرف فقط أقرأ القرآن أقرأ القرآن ستجد أنه كما إن شاء الله يعني رح أوضح لكم بنماذج موجودة على الشاشة دائما ما تأتي ثنائية فالعلي العظيم ليس الإمام علي عليه السلام يلا عقلك أنا ما ريد أتجاوز لأنه أكو ناس أكو ناس يعني أنا أحترمهم ما ريد أتجاوز بكلمات يعني خادشة للحياة وخارجة عن الطريق أنت بعقلك شنو بس فهمني لمن تقول شيء لمن يقول صدق الله العظيم فهو يقصد الإمام علي عليه السلام ما أعرف هذا العقل هذا العقل هذا الجوهرة اللي يجب عليك أن تستخدم بأشياء تنفعك وتنفع عمتك تستخدم بأنه العلي هنا الإمام علي عليه السلام لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة مهمة أخواني أخواتي من الشيخ جعفر الإبراهيمي انشروها وشاركوها نستمع لها إن شاء الله وفي أمان الله أما أنت عندك مشكلة من علي أنا ما عندي التملاحظة سمن نقرأ القرآن الكريم الكثير من الأمة أدما يختتم القرآن شي يقول صدق الله العظيم موتي إذا واحد يقول صدق الله العلي العظيم إي نتش اتنين ذلاث عمي كفينا شر الطائفية لتصير طائفية لتصير متطرف قل صدق الله العظيم أدري وأنا مطلح من جيبي عمي آية الكرسي آية ميتين وخمسة وخمسين من سورة البقرة الآية الكرسي يقول عنها السيد عبدالعلى السبزواري قدس الله نفسه يقول هبطت من بطنان العرش وشيعها قبيل من الملائكة حتى بعض الملائكة قالوا لإله ذولا ما يستحقوها قاله الله تبارك وتعالى يا من يعطي من سأله يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمه فنزلت الآية مسك الختام بيها وهو العلي العظيم بعدين أنا أسألكم أنت وكلكم ناس الحمد لله من المتواصلين إن شاء الله من المواظبين على قراءة القرآن على أقل تقدير في أيام شهر رمضان المبارك بالأيام الشعبانية أرجوك هم تذكر صفة لله صفة نزلت بالمفرد بل أطيني آية فاديوم قالت وهو الحكيم وخلصت أكو فاديوم وهو العزيز وهو الرحيم هم شفت فاديوم آية لو كلها بثنائية العزيز الرحيم العزيز الحكيم الودود الغفور لازم ثنائية مثل ما بالآية وهو العلي العظيم أنا أقول صدق الله العظيم ليش بالمفرد هالعناد وهي القرآن لأنه العلي بها اسم عين لاميا وهذا يغص يسير هنا ببلعه مفتشي مشكلة يعني يضايق منها الاسم فلذلك يقول صدق الله العظيم وتشوفني أنا أتنزل عن حقي مع مصادق القرآن وياي الروايات كلها وياي المستفيضة وأتنزل عن حقي حتى لا يزعل المنحرف لا يزعل يطب برأسه بالطوفة ما شو يسوي لا يعني ما عندي شي غلط الله سبحانه وتعالى يقول وهو العلي العظيم أنا أقول صدق الله العلي العظيم اش جابها العلي بن أبي طالب اش جابها للشيرك لكن حسد إلى حقد وخصة معدن مطرت عليك وكلهن هتون راموا بها أن يدفنوك فهالهم أن عاد سعيهم هو المدفون وتوهموا أن يغرقوك بحقدهم أتخاف من غرق وأنت سفين ستظل تحسبك الكواكب كوكبا ويهز سمع الدهر من كرنين وتعيش من بعد الخلود دلالة في أن ما تهوى السماء يكون هذه الإرادات الشريرة حاربت علي بن أبي طالب بكل شيء حتى بالإسم